شوص عمر سليم محاضر مؤتمد من اوتو ديسك ومحيب للبيم. اه وحنسأله النهاردة سؤال ان شاء الله ايه افضل المشاريع اللي طبقت فيها نمزاجة معلومات البناء وليه بتفضلهم. شوص عمر معنا. شوص عمر. اه مع حضرتك مع حضرتك. تماما شوص عمر منورنا. الله يكرمك اه باشوانتس. اه جازك من له كل خير باشوانتس محمد هيب على الدعوة الكريمة. اه الله يكرمك. اه طيب هو في مواقف حصل اه بسيط خالص هيبقى مدخل لجابعة السؤال. كان في مؤتمر انترناشنال عن البيم في في قطر. كان تبع اه معرض معين يعني عن الكونستركشن. وكان حاضر اه مجموعة من اه دكاتر الافاضل من من استراليا ومن اه بريطانيا ومن اكتر من بلد. وكلهم يعني اسات زيتي واعرفهم كويس. فكت بوصلهم وندخل مع بعض المؤتمر. وكنا فيه كزا يوم يعني كنا بنندي في المحاضرات. فاللي بينظم المؤتمر. قال لنا انا مستغرب جدا. انا اي هو بينظم اكتر من المؤتمر. هو بشكل متخصص. بس سعب بيعمل اه مؤتمر بس انا في الصحة. مؤتمر في اه التجارة. مؤتمر في كزا. وكان في مؤتمر في الرياضة. انا ملحق كاروي عشان انتم معارفين. ما فهمش حاجة في الكورة. تمام. ورغم كده شاركت في كزا مشروع في في استاذات بتاعة الفيفا. شاركت في تلاتة واتنين كانوا حاجات بسيطة. وواحد كمان كتب اسمي فيهم كمنجر ما غير ما يكونوا موجود فيه يعني. المهم فقال انتم اغرب ناس شفتوهم. الناس التانية بحس انهم ضد بعض. يعني كل واحد مدام التاني. كل واحد يسأل تاني اسئلة مهرجة او او يحاول اسمي انتم افهمش. انما انتم المجموعة بتعطي البم دول بحس ان انتم بتحبوا بعض جدا. جايين كلكم مع بعض وكلكم بتساعدوا بعض. طبعا انا كنت باليف في اليوم لان انا الممكن في قطر فبوصلهم للمؤتمر. دكتور بلاي السكر. دكتور رشبان داود. دكتور محمد القاسم. دكتورة نون صليب. ان اساساتنا اللي فاضل. فقول طروق البم اللي يمكن يمشي بصورة كويسة. لو في اه شخص من نفس او في مشاكل عند شخص من الفريق. يعني اكتر حاجة لازم تهتم بيها في مطور البم ان الفريق يكون اه بيحب بعض او بيتعاون مع بعض. لو واحد من نفس ممكن بوضلك المشروع كله. يعني من اغرب الاسئلة اللي سألتها كتير. اه دلوقتي يقول ايه انا انا الفريق اللي معايا واحد معايا في نفس الفريق في نفس الشركة بيبوضل شغله فهو عايز يحمي شغله. يعني عايز يحمي روكسيت ان هو ما يسميش نفس الاسم فيروح ضرب بين الشغل بتاعه او يعمل يعني فيه حلول ان حد يدمر شغل تاني. فبيدور عن حاجة زي كده. فبقول له لو الشغل لو الشركة في حاجة زي كده المشروع اللي يمكن يتم. احنا بنتكلم ان احنا بنتعاون بين شركات مختلفة. يعني ممكن يكون في مشروع شركة اراسكوم والمقولون العرب وكذا الشركة بيتعاونوا مع بعض في المشروع ده فمفروض كلهم يتعاونوا ما فيش حد فيهم بيدرة. فما بالك ان هم اللي تتم في نفس الشركة وفي نفس القزم وقعدين بيأكلوا شاب مع بعض ودربوا بعض. كده المشروع اللي يمكن يتعامل بشكل خالص يعني اكيد مش هيكمل كل ما تبقى فيه مشاكل. انما لو احنا كلنا يعني كلنا بنحب بعض وكلنا نتعاون مع بعض المشروع هيتم بشكل آآ ممتاز. لذلك كان من اجمل المشاريع كان مشروع برج معين كان كلنا يعني بنحب ان احنا نعمل الشغل وكنا موسطين مع بعض وقعدنا مع بعض نتناقش هنتنعمل مشروع ده ازاي طب هنعمله ازاي طب ممكن نستعام مثلا بالتوميشان ممكن نستعام بكزا طب هنقسم مشروع ازاي طب الاستراكش هتقسم ازاي الفكرة كلها التعاون الفريق ده الاهم حاجة احنا ممكن آآ نطلع بيها تمام يعني انا اتشرفت بالنقاح حسن ناس التعاونت معهم موجودين معانا هنا في الجروب تمام يعني من اول المهندس كمان شاوي والمهندس احمد عسوي اه اششغلت معهم في وكانوا ناس اه افاضل جدا تعالتهم كتير مهندس كمان شاوي كنت بزوره كنت لسه عمل عملية لزك في عناية فلاقيته بيقول تعالى ما كنتش واخد الشهادة بتاعت اه وكنتش مهتم ان انا اخدها اه رغم ان انا كنت بدرس بالي فترة طويلة وشغل في المجال بس ما كنتش مهتم من اخد الشهادة فقال ليه دخل والحمد الله اه خدت الشهادة فليه موقف حلوة جدا كلهم ليه موقف حلوة جدا معايا بس من شاء الوقت مهندس طهر سعيد في قادم اصدر اه اشغلت معايا ولما حابت ادي محاضرة سواء في الكاهرة او في اسكندرية مع المهندس احمد محرم الاتنين يعني الحمد لله اتعاونت معهم محطرم جدا استاذ نحمد قوسي من الناس اللي انا لما اشغلت معاكم كنتمسوك جدا جدا يعني اه دعمني في حاجة كترة جدا وفي الشهادات ومهندس طهر برضو دعمني في متحانات الشهادات وهكذا حاجات زي كده احمد قوسي خلاني هو اللي ساعدني انا بقى يكون مدرب اه محترف وكان مارن جدا معايا في اي حاجة في الشغل حسام الزهوري ده قصة لوحده في حاجة كترة جدا الناس متعرفش عنه حاجة تمام بس هو اكبر بكتير من الناس من صورة وراجل المبرمج من العارو الطييل ورجل من الناس المحترمة جدا مهندس رواد الده شوري من الناس اللي قعدت معا مرة قاعدة كده تعلمت منه حاجة كترة جدا في العمارة في الاستدامة اه مهندس رانيا يعني ما شاء الله عليها من الناس اللي بتشرح بشكل كويس مصطفى عمد اصغر مني بس انا بتتعلم منه حاجة كترة جدا وبستقبل حاجة كترة جدا مهندس عمر عاطف من الناس الوتوميشن على طول يعني الوتوميشن وزكاة الصناعية هو بروفيشنال جدا فيهم يعني حتى كان فيهم حضرات وكان فيه جايزة للمتصابك فهو عمل برنامج بالداينامو يولينا من اللي فايز طبعا مهندس اسلام خليل في وتو ديسكو من الناس القوي جدا في الفكرة كلها شاهد عشان ما يطورش عليكم اهم حاجة بالنسبة لك ان انت بتقدر تختار الفريق بتاعك كويس وكل الناس اخلاق كويسة لو هو بش عارف برنامج البرنامج ممكن تعلمه يعني واحد جيه ومعرفش ريفت ممكن يتعلم الريفت ممكن يتعلم نفس بوركس ممكن تعلم التكنيكال تمام لو هو في نقص عنده في التعليم سهل جدا انما ان هما يكونوا اخلاقين كويس وتعاونوا معاك ومعرفش نقص ان هو يروح يعمل لك مشاكل عند المدير والحاجات دي دي اللي انت تهتم بيها مشاكل قوي ده هيسهل لك كتير جدا تمام فيه فيه مشاريع كتير جدا كان بيحصل فيه تضارب مسلا في المصالح مسلا بذات لما يكون المشكلة دي واجهتني كتير ان يكون الشركة اللي بتعمل الدزاين عايز اسسلم الكون وده عايز يبدأ وفيه مشاكل طب الشغل ده مقبوله ولا بش مقبول طبعا اللي له دي مشكلة فيه مشاكل كان في مشروع من مشروعات كان البيمكشن بلان زي مش ماندس راني قالت وزي ماندس كمال وكلهم اجمع لكده كان البيمكشن بلان مش مكتوب يعني هما انت افوا هتعمل الشغل وما انت افوش البيمكشن بلان ولا ال اي اي ار فالمشروع طول جدا معهم ليه لانهما مش عارفين ايه نقطة النهاية بتاعتنا ايه متقول لنا انا تتنامت لانك المشروع تمام فدي دي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها موضوع التفاعل مع مع الاخرين موضوع ان تحب الاخيرك كما حب نفسك في اسئلة كتير موضوع اتعلم ايه ولا متعلمش ايه والحاجات دي في كلمة صغيرة انا على طول بفكرها الامام علي بنبي طالب كما تقول لهم ما يحسن يعني كل ما بتعلم ما تقولش لا انا هاخد دي واسد دي لا ركز تشوف انت عايز ايه وركز عليه حول ان تتعلم اه بشكل قوي اه ممكن تتعلم تكنيكال وفي نفس الوقت تنزل الموقع وفي نفس الوقت بتتعلم البيم كل شوية بتطور نفسك اه السوق اه لازم بتطور نفسك يعني اه اعرف اه شخص صديق ليا كان شغال في شركة من شركات واحد احنا عايزين حد يكون متخصص في مجال الحصر وهو عجب الموضوع لان هو بش محتاج ان هو تعلم حاجة جديدة واقعد في خمس ست سنين وفجأ ان نزل برنامج ريفيت متعلمهوش نزل نفس وركز متعلمهوش فجأ ان الشركة بش محتاجها بتقول له مع السلامة تمام ففاقد وظيفته لانه قعد فترة طويلة ما ما بيتعلمش حاجة جديدة بينما السوق كل شوية بتنزل حاجة جدا جدا اه كل شوية مسلا تلاقي مسلا انت بتدينه بطبع ما نبدأ بتعلمه ما تكتفيش باللي انت بتعرفه كل شوية بتطلحها جديدة لازم كل شوية تشوف انا وصلت فين واطور نفسي ازاي وازاي بكون الحاجة كويسة يعني الزكاة صناعية من الحاجات اللي الناس او انا شخصيا اه حذر منهم بس لازم اتعلمه ولازم تكون فاهم على اللي بيعمل ايه مش لازم ابرمج بس فاهم ايه اللي هو ممكن يعمله لو انت شونا بتاحتك اه سبتة او مش بتتطور او حاجة ما فيهاش تطور ده تعملك من شكل كتير جدا يعني ايه يعني اه احنا كنا نتكلم مسلا في اه ان الزكاة الصناعي ممكن في فترة من فترات يغنينا عن المحاسب ليه حاجة سبتة ممكن يغنينا على الرجل اللي بيعمل حصل ممكن يغنينا ع حاجة كتير جدا فلازم انا اطور نفسي واشوف ايه الحاجة اللي محتاجه عامل بشري واستعين بالزكاة الصناعي ده نخلي الزكاة الصناعي ده يعني خادم عندي وليس بديل عني. يعني هو انا استخدمه. كنا كانت فيهم حضرة للناس الفاضل يعني كانوا يتكلموا عن الزكاة الصناعية هل هو وحش مرعب ولا هو اداء. يعني كمدير مشروع انا استخدم الزكاة الصناعية ده في اختيار افضل بدائل. ان انا عندي اكتر من تصميم فاحسن تصميم فيهم ايه? احسن حاجة ممكن تعمل لي اداء حراري ووراح حرارية والحاجات دي كلها. فهو اداء اداء وليس بديل عني. يعني انا ما خافشي من الزكاة الصناعية لكن اروضه واتعلم فكرته ايه? وايه اللي ممكن يعمله? واتعلم حاجة جديدة. يعني لو انا في المجال بتاعه مسلا اعرف حاجة معينا. ادخل في مجال الاستدامة مسلا. ادخل في مجال كزا. باش مانتس عمر عاطف من الناس الواحد بيتابعها بسفاد منها كتير كدا. وهو ان شاء الله يعني يعني ممكن اه يتكلم ساعات كتيرة جدا. عشر ساعات عشرين ساعة. موضوع الزكاة الصناعية. من الناس يعني الواحد بيحترم شغلة بتاعها هو حاجة ممتازة. فياريت الناس تعمل متابعة للحضور اللي انا علينك ده ان استدامة استفادة يعني. اه كل واحد فيهم بينزل حاجة مختلفة وحاجة رائعة. وكل واحد فيهم بيحاول ان هو يتعاون مع الاخرين. اه المحاضرة اللي انا قلته كله ملوش علاقة بالتكنيكا اللي هي علاقة بالسلوكيات ودي اهم حاجة. انا ممكن اشتغل في شركة اه الملتب بتأخر. او الملتب ممكن ما ناخدهوش. بس وشاهدة اشتغل في شركة? وانا عارف ان فيه واحد بيترب فيه او واحد منفس او واحد فيه مشاكل. المشكلة كلها المشكلة كلها ان احنا لازم اتعامل اه كويس مع بعض. طيب فيه برضو من قد من المزايا في المشروع ان كان فيه حاجة اسمها ايه هو اللين? اللين ده حاجة ببساطة خالص. نوع من انواع الادارة اتنشر يعني بدأ مع سيارات يوتا. ان هما كانوا بيصنعوا عدد من السيارات فلما تبقوا النزام دوت قدروا بدل ما هما مسلا كانوا بصنعوا سيارة في الاسبوع بيعملوا ثلاث عربات في اليوم. فليه ما ناخدش النزام ده ونحطه في الكونستركشن? دي فكرة اللين. اللي هو عبارة عن ايه? ايه الهدر اللي بيحصل ونحاول نحن نشيله. اه ده بدأ ينتشر في العالم كله. اه دلوقتي بقى اصبح اجباري في مشاريع الكثيرة في قطر. اجباري يعني لازم عشان تاخد المشروع يكون معلك حد متخصص في اللين. ممكن المشروع اللي هو بياخد تلات سنين يخلص بنفس الكفاءة في سنة ونص. فوفرت نص الوقت من خلال ان انت بتشوف الهدر فين? وتشيله. يعني مسال بسيط كان في اه شركة موجودة هنا في قطر وكان عندها اكتر من مشروع ففي سيارة كبيرة بتاخد العمال بتلف على الحاجات دي. فممكن انت تكون شغال في اخر مدنة فيهم فتوعد لك مسلا ساعتين تهاتف العربية او ساعة في العربية. قالك لا احنا ممكن نجيب عربية صغيرة كل عربية تروح للموقع. فوفر وقت كتير اوي. قالك طب ولي احنا بنأجر في مكان بعيد في المنطقة صناعية? لأ احنا كل الموقع هنحط هنشتري مكان العمال يعودوا فيه. بحيس ما ياخدوش وقت في التنقل وحاجات زي كده. خمس زي وتبقى في الموقع او ممكن ما تحتاجش لصيارة ولا حاجة خلص. فوفر وقت كتير جدا. في افكار كتير جدا بس عشان ما يطورش عليكم. بنيقدر نطبقها بحيس ان احنا كأنك عندك كيلو لحمة وبتشفيها بتشيل الضهون بحيس تاكل حاجة صفية. دي فكرة. تمام? طيب في حد عنده وياس سؤال? اه باش منتس خالد بيسأل هلسه في فرص متاحة للناس اللي لسه عايز تبدأ في المجال? اه هو اصبح اه طريقة قوية جدا للشغل واصبح مطلوب جدا في السوق. يعني يكاد يكون مثلا ايه? زمان كان كان ناس بتشتغل مغير الاوتوكاد. فلما ظهر الاوتوكاد والكمبيوتر بقى كل ناس بتشتغل بالاسلوب دوت. لان هو اثبت ان هو بيوفر وقت كتير جدا وبيقلل من الاخطاء وهكذا. نفس فكرة البيم. هو دلوقتي اصبح بديل قوي عن الاساليب التقليدية وبيوفر الوقت وبيسهل الشغل. واي مشروع لو احنا جبنا واحد يعني عشان نكون منصفين لازم نجيب واحد يكون اه شغال مسلا سنتين اه ريفت. بنقارم معي واحد شغال اوتوكاد سنتين او تلات سنين او اربع سنين. هنلاقي الاسرع اه اللي هشغل بالريفت هو اللي خلص اسرع وهيخلص المشروع بشكل افضل وهيقلل فكرة ان احنا نعيد الشغل. ففي فرص او على حسن اقول المهانسين يقدروا يشغله في مجال البيم دي. وهتبقى مطلوبة ان شاء الله. اه الواحد يبدأ من مستوى الطب ولا ممكن يبدأ بالمبادئ. لازم تبدأ من المبادئ وسفر سفر زي ما بتتعلم زي ما الطفل بيبدأ يتعلم. بيبدأ يتعلم الحاجات البسيطة خالص كلمات وبعد كي يبدأ يكون جملة وبنبدأ بنعرف المصطلحات بنبدأ نشتغل بادينا. اه اول مشروع طبقناه كان عبارة عن غرفة وحمام. تمام? بس كان مطلوب من الشركة كلها انها تشتغل بسيستم مزبوط بالليارات مزبوطة الشغل يطلع مزبوط مفوشش غلطة. وخدنا وقتنا في المشروع وطورنا فيه براحتنا وكل حاجة خالص. انما لما تلاقي واحد لسه متخرج السنة دي وكاتل ان هو البيم مانجر دي سداني بتبقى سيئة. يعني ازاي هتقود الناس وانت لسه ما اخدش خبرة الا لو انت كنت تشغل اصلا في الخمس سنين متع الكلية ديت. فلا لازم ابدأ واحدة واحدة وابدأ اطور نفسي. لو انا بقيت بيم مانجر وانا اصلا بش فاهم وش فاهم الشغل العادي هتبقى فيه مشكلة كتير جدا. هل في فرص متاحة خارج الكاهرة? كتير جدا. يعني سواء بتتكلم على المحافظات بتاعت مصر او كتير جدا. اه فيه شغل كتير جدا سواء في اوروبا سواء في امريكا سواء في الخليج. فكل الاماكن اصبح فيه اجباري ان هو يتطبق البيم يعني الدولة زي الامارات. في مشكلة كتير في السعودية دلوقتي بقى اجباري عشان الشركة تاخد المشروع. لازم تكون اه لازم يكون المشروع هيتعمل بيم. وسبب اللي كان نهاردة ان القوات المسالحة في مصر ومصر بدأت تخليه اجباري في في المشاريع. فاي حد يجي يعمل مشاريع بعد كده هو مش معمول بيم اه مش هيتقبل منه. فعشان كده بقول لحضرتك ان هو ده المستقبل. لازم كل مهندس او خريج او هيتخرج يبدأ يجهز جزء من وقته ان هو يبدأ يتعلم البيم من الاسيات من من تحت خالص من فكرة ايه هو البيم يبدأ يرسم حيطة وهكزا. تمام ايه افتح الريفت يرسم حيطة ايه افتح الريفت يتفرج على مشروع موجود دي كده بدأ ياخد خطوة. انما يبدأ ان هو يشوف اه يسمم حاجة ما تعملش قبل كده لأ واحدة واحدة وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل ان شاء الله.